رحب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء بالجمهور من زوار ومواطنين ومقيمين الحاضرين لسباق طيران الخريج لجائزة الكبرى 2017 والفرق المشاركة بالسباق وقال سموه إن مملكة البحرين وشعبها الكريم تسعد بلقاء ضيوف البلاد من الدول الشقيقة والصديقة في هذه التظاهر الدولية الهامة والمميزة في الشرق الأوسط في ضوء نجاحات متواصلة أسهم بها أبناء مملكة البحرين الذين نعتز بعضائهم ونفخر بإصرارهم على تحقيق التميز وأضاف سموه أن ما حققته مملكة البحرين من نجاحات كبيرة لسباقات الجائزة الكبرى منذ 2004 جسدته الإمكانيات المتميزة التي تتمتع بها المملكة والتي هي محل إشادة عالمية أضاف لها الكثير وعزز من تواصلها مع العالم وأشهد سموه بدور حلبة البحرين الدولية وإسهاماتها في نشر ثقافة سباق السيارات وإمكانياتها في تنظيم السباقات الليلية جاء ذلك لدى زيارة سموه إلى حلبة البحرين الدولية حيث شهد سموه فعاليات اليوم الأول من السباق من سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2017 للفورمولا 1 وأكد سموه بأننا في مملكة البحرين ونحن نستضيف هذا الحدث الرياضي العالمي سعينا أن تكون الهوية البحرينية بارزة وحاضرة دائما في هذا المحفل وهو ما يشهد له تنظيم هذا الحدث الذي يتم منذ 13 عاما بكوادر شبابية تجاوز عطاؤها حدود الوطن واستفادت من خبراتها العديد من الحابات الناشئة وعرب سموه عن تمنياته للفرق والمتسابقين التوفيق في المنافسات وتحديات جائزة البحرين الكبرى كما تمنا سموه للجماهير العريضة كل المتعة في مشاهدة هذا السباق وهو الثالث في سلسلة سباقات الموسم للفورمولا 1 اشتركوا في القناة